كما قال رئيس الأوكراني فولدمير زلينيسكي أن بلاده حصلت على نظام دفاع جوي متطور من الولايات المتحدة وهذا هو أول تأكيد لحصول أوكرانيا على منظومة ناس ناسامس التي ساعد كييف طويلا للحصول عليها بعد موافقة واشنطن على تقديمها لها في أواخر الشهر الماضي كما وجه زلينيسكي الشكر لبايدن على تسليم بلاده النظام الصاروخي هيمارس وغيره من راجمات الصواريخ المتعددة اشتركوا في القناة